فريرة المدير الفني لنادي زمالك بيتمسك بالتعاقد مع ظهير ايصر رغم انضمام او تواجد شريف على لاعب المقاولون ومحمد عاد الجمعة المنضمة حديثا من نادي المصفي ولكن لا يزال فريرة متمسك بالتعاقد مع ظهير ايصر خلال المرحلة المقبلة ازمة تانية او يعني مش ازمة ولكن الجابوزة الى مهاجم ارلاندو الجنوب افريقي بيقترب من الانضمام لنادي زمالك لمدة 3 مواسم ونصف لسه الغير دلوقتي ما تمش او لم تنتهي الاجراءات الرسمية الخاصة بالتعاقد مع اللاعب يمكن اللاعب هياخد ما يقرب من 2.800.000 جنيه في الموسم يعني بيعتبروا الجهاز الفني او المسؤولين في نان الزمالك انه هو مهاجم مميز جدا وكان ليه دور كبير في تآهل فريقه لنهائي الكونفيدرالي في نفس الوقت الجهة الادارية او في ازمة داخل اتحاد الكرة قبل ما نطلع فاصل بشأن عدم اجراء مزايدة على بحقوق مباريات سوري مباراة مصر واتشاد مزايدة بشكل علني ما تمش حتى الان في اعتراض داخل مجلس ادارة اتحاد الكرة بشأن عدم اجراء بحقوق البس الفضائي لمباراة او لمباراة مصر واتشاد والمباراة دي من المفترض انها مباراة رسمية حسب كلام بعض عضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة ان تم بيعها للشركة الرعية اللي هي من المفترض عقدها مع اتحاد الكرة يعني بتكون بتتحمل المباراة الودية فقط وليس لها علاقة بالمباراة الرسمية ولكن بعض عضاء مجلس الادارة هددوا بابلاغ وزارة الشباب والرياضة لبحث التحقيق في بيع مباراة مصر واتشاد خلينا نشوف الايام اللي جاية هل في حد هيبلغ وزارة الشباب والرياضة هل الموضوع الورق هيبقى هيتستف من الاخر خلينا دوت نشوفه ونجيب لكو ما يزبط ذلك خلال الايام اللي جاية نطلع فاصل ونستقبل كابتن عبدالزاهر الساقة نجم مصر ونجم طبعا نادي الانتاج الحربي باعتباره هو المدرب العام دلوقتي اشتركوا في القناة